طيب تعالوا بقى نروح مع حضراتكم على مقر موقع يلا كورا مع مرسلتنا وازميرتنا العزيزة مريم سميح اللي هتعرفنا على اهم الاخبار الرياضية والمنشتات الموجودة في كل الصحف والمواقع المحلية والعالمية واللي بالمناسبة من ضمنها منشات ملفت النظر لعلقة بمسي اللي توجه برسالة عزاء لرونالدينيو طبعا حاكيد هنحب نعرف تفاصيل هذا المنشات وبالمناسبة هيكون كمان معها لقاء مع الاستاذ ايمان جيلبرتو مدير نشر في موقع يلا كورا صباح الفل عليك بصبح عليك يا كريم صباح الخير يا نهواند وكمان بصبح على كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان طبعا زي ما انت قلت يا كريم بالزبط معانا عدة عنوين من مختلف المواقع والصحف المحلية والعالمية وكمان طبعا هيكون معانا ضفنا العزيز الاستاذ ايمان جيلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشر في موقع يلا كورا عشان نتناقش معايا في كل هذه العنوين ولكن زي ما احنا متعودين خلينا الاول نفكر كل مشاهدينا في بداية فقرة الصحافة بابرز مباريات اليوم في الدوري المصري سموحة والمصري في تمام الساعة السبعة والنصف مساء كمان سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا كمان في الدوري الانجليزي برايتن وكريستل بالاس في تمام الساعة العشرة مساء وفي الدوري الاسباني وساسونا وإشبيلية في تمام الساعة العشرة مساء كمان من الدوري الايطالي وفانتس وكروتوني في تمام الساعة العشرة الا ربع مساء خلينا ننتقل لأبرز العنوين اللي هتكون معانا النهاردة في فقرة الصحافة من الشروق بواليا يقود هجوم الأهلي أمام سمبا اتجاه لتأمين وسط الملعب عبد الحفيظ مواجهة بطل تنزانيا لن تكون سهلة والمنافس يعيش فترة فنية مميزة ولا يوجد أي شكوى رسمية بخصوص لقاء المريخ أما من موقع يلا كورا قائمة المحترفين وإجراءات كورونا يلا كورا يكشف كواليس تنظيم معسكر منتخب مصر كمان من اليوم السابع منذير بطولة كأس العالم للرمية يكشف تفاصيل البطولة وآخر الاستعدادات للتنظيم وأخيرا من بوابة أخبار اليوم ميسي وجه رسالة عزاء لرونالدينيو طبعا بيشرفنا أن يكون معانا الأستاذ أيمن جلبرتو طبعا يعني النقد الرياضي ومدير نشرب موقع يلا كورا علشان نتناقش معاه في كل هذه العنوين بصبح عليك طبعا في البداية يا أيمن والبداية دايما معانا عن الأهلي مباراة غد يمكن يعني في عدة عنوين سواء العنوان الرئيسي أو العنوين الفرعية بواليا يقود هجوم الأهلي كمان زي ما احنا اتكلمنا قبل الهوية كنا بنتكلم عن كان فيه اختلاق أزمة يعني إعلامية ولكن على أرض الواقع ما كانتش موجودة بخصوص مباراة المريخ عايزة أعرف رأيك بخصوص الموضوع ده طبعا أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدي متابعي قناة الأهلي وكريم ونهواند طبعا مباراة النهدي الأهلي بكرة هي مباراة مهمة جدا ناخد من تصرحك ابتن سيد عبد الحفيز أن فعلا سيمبا التنزاني الفترة دي بيعيش فترة مميزة الفريق كان قبل المباراة بتاع الدوري أبطال أفريقي عمل دورة ودية كده عنده كان فيه مازمبي وكان فيه الهلال السوداني كمان عندهم حضور جماهيري قوي جدا في المباريات هم هناك شوية بيتعاملوا يعني مفيش كورونا مفيش مشاكل بخصوص كورونا وبالتالي الإجراءات عندهم أقل كتير من الإجراءات في العالم كله يعني فالنهاردة الأهلي عنده مهمة مش سهلة المنافس ممكن يكون معروف للناس أنه هو يعني منافس مش قوي قوي لكن على أرض الواقع لا هو منافس قوي كسب أول مباراة خارج ملعبه هم كمان عاملين أجواء خاصة جدا للمباراة تذاكر طرحوها للبيع في وزراء أعلنوا أن هم هيحضروا المباراة المسؤول هناك في النادي قال أن المباراة دي متوقع أن يشوفها مليار شخص يعني هم بيتكلموا أن بطل أفريقيا عندهم كبير أفريقيا موجودة عندهم هم عايزين يبقوا خير تمثيل لتنزانيا أطلقوا عليها مباراة الحرب مباراة نقطة اللاعودة حاجات كثيرة بس هم بيطلقوا الحاجات دي كنوع من أنواع التحفيز هم مش جمهور يعني أو مش ناس عدوانية في الكرة أو لا هم ناس تلعب كرة ممتعة جمهورهم ممتع جدا في المدرجات حتى ممكن النادي الأهلي يلاقي أن فيه دعم من النادي المنافس لسيمبا التنزاني يانج أفريكنز في المدرجات فهي هتبقى أجواء مثالية أن الأهلي يلعب فيها إن شاء الله حتى الملعب كويس إن شاء الله النادي الأهلي يقدر أن هو يخرج بنتيجة إيجابية يقدر يخرج بالمكسب ست نقاط يعني يقربوه خطوة أن هو يريح نفسه في المجموعة وبالتالي الفرص تبقى أسهل في الصعود لدور التمانية إن شاء الله يمكن العنوان كان بواليا يقود هجوم الأهلي عايز أتكلم معاك في النقطة دي تحديدا وولتر بواليا ظهر بشكل مختلف خلال المباراة الماضية ده نقدر نقول إنه خلى ثقة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق إنه هو بيفكر إنه هو بيدفع به في هجوم الأهلي في المباراة القادمة طبعا كماتش المريخ بواليا كان أفضل كثيرا من مبارايات أخرى حتى عمل كورتين واحدة المجدي أفشا وواحدة تانية الكهرباء في الشروط الأول كان ممكن تسفر عن أهداف في الشروط الثاني كانت حركات مميزة قدر إنه هو أخيرا يجيب الهدف الأول طبعا الهدف اللي هو كان سجله في المباراة الدوحيل طبعا كان عنده سوق توفيق إنه هو أتلغى للأوفصايد طبعا مباراة السيمبا بكرة يعني أكيد لازم بواليا هيبقى ليه دور يعني التشكيلات المتوقع أو الكلام كله إنه ممكن بيتسو بوسمان يلعب بثلاثة بفصة الملعب يبقى أو بواليا بس هو رأس الحرب الأساسي اللي هو متقدم وإنه هو يلعب بكهرباء مثلا وإنه أجاييه نفس الشكل بتاع المباراة الماضية لأن طبعا ما فيش حسين الشحات لموضوع الإيقاف بواليا حاجة كويسة إنه هو قدر يجيب جون نتمنى أنه دي تكون دفع عليه إنه يبدأ إنه خلاص الموضوع إنه هو لو عنده شوية كان تخوفاتنا وبيلعب في النادي الأهلي الألأ إنه هو لما تأخر في التسجيل الموضوع ده أثر عليه خلاص الموضوع ده نفروض إنه انتهى هو مهاجم كبير في الدوري المصري لما جاء للنادي الأهلي ونتمنى إن النادي الأهلي يقدر يستفيد منه بأقصى درجة وهو نفسه يساعد نفسه يساعد زملائه إنه دايما يبقى فيه انتصارات للنادي الأهلي طبعا من خلال موقع يلا كورا كان فيه ملف فهام بخصوص تنظيم معسكر منتخب مصري يمكن على الرغم من إن الماتشاط في آخر شهر مارس المقبل ولكن التنظيم بدأ مبكرا قبلها بإسبوعين طبعا علشان كل إجراءات فيروس كورونا يمكن كمان علشان ملف المحترفين عايزة أعرف منك أكتر من خلال هذا الملف طبعا الكابتل حسام البدري والجهاز الفني المنتخب عملوا جلسة مع اللجنة السلسية في اتحاد الكورا يبتدوا يحطوا الخطة ازاي المنتخب هيستعد لمباراتي كينيا وجزر الأمر في التصفيات الموهلة لأمم أفريقيا منتخب المصري عنده فرصة جيدة وممكن في مبارات كينيا يحسم موضوع مسألة التأهل بشكل رسمي للأمم أفريقيا وبالتالي دلوقتي كلها إجراءات بنكلم عن الإجراءات الإدارية مثلا عدد اللعيبة ممكن تبقى قد ايه الطيران هيبقى عامل ازاي وبنسبة كبيرة طبعا الصفرة هيبقى بطيرة خاصة عشان الظروف اللي في العالم دلوقتي وتبقى دي أسهل للمنتخب خاصة كمان الفرق ما بين مبارات كينيا جزر القمر مش كبير بالنسبة لمحترفين هو الموضوع شبه يعني محسوم طالما مفيش إصابات مفيش مشاكل هيبقى صلاح وتريزيجيه وكوكا ومصطفى محمد ونني واحمد حجازي طبعا يعني المنتخب بيستقر على الأسماء دي بشكل مبكر شوية عن اللعيبة المحلية لأن بيبقى فيه إجراءات متعلقة بالمرسلة الأندية المختلفة عشان خاطر يبعثوا أن الناس دي هتبقى موجودة في التوقف الدولي يبتدوا إجراءات السفر والتأشيرات يمكن القايمة المحلية شوية بيبقى فيها براح لأن اللعيبة موجودة هنا لسه بيبقى فيه ماتشاط في الدوري ودوري أبطال أفريقيا مستمرة وبالتالي الأمور بتبقى أسهل كابتن محمد بركات سرح وقال إن المنتخب تقريبا القايمة هتدور حول خمسين اسم عشان تحسبها لأي ظروف طريقة لكن في النهاية اللي هيسافر مباراة كينيا هم قايمة فيها ستة وعشرين لعيب بنسبة جراء يبقوا كمان معهم أربع حراس مرمى نتمنى التوفيق لمنتخب مصر والجهاز الفني للمنتخب إن شاء الله الأمور ما تبقاش صعبة ماتش كينيا يتحسم بكل سهولة وقتها ونلعب الماتشين التانين لمجرد بس إعداد لما هو قادم إن شاء الله يمكن العنوان الأبرز كمان من موقع اليوم السابع كان عن كأس العالم الرماية وتفاصيل بطولة عايزة أعرف منك برضو يا إيمان يعني يمكن مصر مؤخرا بصراحة يعني قدرت أنها تنجح في تنظيم البطولات العالمية تنجح فيها رغم الظروف اللي طبعا يعني بتمر بيها كل الدول من جائحة فيروس كورونا عندنا 30 دولة مشاركة في البطولة بشكل عام يعني نجاح مصر في تنظيم البطولات العالمية مؤخرا عايزة أعرف رائعك فيه طبعا حاجة بتبقى كويسة جدا للدولة المصرية والمسؤولية احنا الحمد لله الفترة يعني الأخر كم سنة البنية التحتية في الملاعب والطرق والحاجات دي كلها بقت أفضل كتير شفنا تنظيم كاس الأمم لـ 2019 وشفنا بعكية أمم أفريقيا تحت 23 سنة وإزاي الشكل كان رائع كمان بطولة العالم لكرة اليد في توقيت صعب جدا مصر قد تنظمها وبنجاح وبشهادة الكل ما كانش فيه مشاكل خالص فده طبعا بيدي انطباع جيد لمصر واللي بيحصل في مصر وتطوره بيظهرنا قدام العالم بشكل جيد يعني بيبقى دايما الأفضل احنا طبعا طبيعيا بتحاولي دايما تظهري أفضل ما عندك لكن لما كمان يبقى بنتكلم في 30 دولة موجودة في بطولة عالم للرماية لما كل دولة هتطلع البعثة بتاعتها تتكلم عن الاستقبال في مصر تتكلم عن المعيشة في مصر الظروف الأمنية الظروف الصحية كل ده أكيد ده بيبقى ليه أثر إيجابي على الرياضة المصرية بيبقى ليه أثر إيجابي على الاقتصاد على السياحة على كل ده فأعتقد يعني أتمنى إن شاء الله أن بطولة العالم للرماية تخرج بشكل كويس وإن شاء الله يبقى فيه فرصة لمزيد من البطولات اللي ما استقدر تنظمها ويعني الحمد لله احنا دايما في البطولات الكبيرة يعني بنحق نجاح باهر وده الحمد لله بشكرك جدا يا أيمن يعني على هذه التغطية الوفية والتحليل كمان يعني الأكثر من رائع دايما بنكون سعداء أن أنت موجود معانا على شاشة قناة النادي الأهلي طبعا يعني شرفنا في فقرة الصحافة النهاردة الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشب مواقع يلا كورا زي ما احنا قلنا له طبعا يعني ممكن كان تحليل وافي جدا لكل العنوين اللي كانت معانا النهاردة من مختلف المواقع والصحف المحلية والعالمية بشكركم جدا الكلمة لكم مرأة أخرى احنا بنشكر الجزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح وأكيد تحياتنا لضيفك العزيزة أيمن جلبرتو وبطبيعة الحال الشكرنا موصول لزميلتنا سالة حامل شكرا